على وقع توقف سائقي ومالكي شاحنات عن العمل دعا القطاع الخاص إلى وضع خطة استراتيجية لإعادة تنظيم قطاع النقل في الأردن والموائمة بين النقل الفردي والشركات بما يضمن استمرارية سلاسل التوريد جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين غرفة صناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال بالتزامن مع صدور بيان عن غرفة تجارة إربد غرفة صناعة الأردن وعمان وجمعية رجال الأعمال طالبوا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار أسعار المشتقات النفطية ضمن المعدلات كي لا تزيد الأعباء على القطاعات التشغيلية والمواطنين واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بينهما تجتمع دوريا لتوحيد الجهود والآراء حول أي تطورات أو قضايا اقتصادية وطالبت غرفة تجارة إربد من جهتها الحكومة بالعمل على حل مشكلة ارتفاع كلف الطاقة عبر بدائلة بعيدا عن جيوب المواطنين ونبهت إلى أن استمرار الإضراب يعيق إيصال البضائع ويضيف أعباء مالية جديدة عليهم ستنعكس على المستهلك يجب معالجة هذه المشكلة لأنه انعكست سلبا على القطاعات التجارية يعني اليوم إجتنا شكاوي في ناس لهم حاويات مخلصين عليها صار لهم أكم من يوم ومش قادرين يطلعوا بضاعتهم وهذا الحكي يترتب عليه كثير من المصاريف وبالتالي بده يدفع يكون كوست عالي واللي بده يدفع الثمن هو المواطن يوم الأربعة أنا جمركنا والخميسة جتني بضعها برضو جمركتها ويوم الجمعة برضو جتني بضعها وجمركتها عن طريق البنك اللي بالمون فالمهم اللي بتفاجأ أنا فيه علي خلينا نقول ملحلة الأرضيات هي المرحلة الأولى على كل حاوي عشلرات وشيف راطة تقريبا وانتهت معاي خمس حاويات فهذا خشيت أنا بالمرحلة الثانية اللي هي أربعين دينار وكذا وصرت ماشي منها تقريبا يومين هلا كمان يومين بصير أمشى على مرحلة الثمانين دينار وبرضو فراطة في ثمانين دينار وفراطة المرحلة الثالثة هذا الإضراب قاعد بعطل علينا ووصول بضائعنا وهذا ما يؤدي له أنه راح تكون فيه نقص في البضائع وشحب المواد وزيادة الكلاف وارتفاع أسعارها هذا وأوعز رئيس الوزراء الدكتور بيش الخصوني بتسهيل حركة الشاحنات حسب أولويات شحن البضائع وبما يكفل انسيابية سلاسل توريدها إلى السوق المحلية وتقرر عدم استفاء بدل رسوم أرضيات إضافية على تخزين البضائع والحاويات على أرض الميناء إلى حين عودة حركة الشحن كما كانت قبل الإضراب الجزئي في قطاع الشحن البري جاء ذلك خلال ترأس الخصوني اجتماعا لبحث أزمة الشاحنات للاطلاع أكثر على حركة الشاحنات ينضم إلينا عماد الكابريتي مدير شركة نقل داخلي في محافظة العقبة أهلا بك سيدي بالبداية صف لنا المشهد بعد شبه شلل على خلفية توقف شاحنات عن العمل نسعدتي مساء أنت والسادة المشهد نحن كجمعية نصور العقبة للنقل والخدمات الجوجستية التابعة لصبط منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعنيين في نقل داخلي وسلسلة التوريق تعملنا منذ اليوم الأول مع الإضراب وتم تفعيل ورفضة عملية في محافظة العقبة طبعاً كون العقبة هي منطقة السياحية واقتصادية حاولنا أن لا يكون هناك أي تأثير في سلسلة التوريق والتزويد من حيث نقل البضاء للمصانع والتجار وهذا ما نجحنا فيه بامتياز بالتعاون مع كافة الأجهزة العقومية والشركات الخاصة طبعاً الآن عدت جميع النقل منطقة العربة الاقتصادية والخاصة كانت بداية الدرام هناك حركة متواضعة أول أمس كان هناك سبعة مئة شاهمة خرجت من العقبة إلى مقاصبها النهائية اليوم ألف وسبعمائة شاهمة خرجت من العقبة أيضاً إلى مقاصبها النهائية طبعاً أختي الكريمة عدد حركة الشاهمة لطبعتها منه إلى الميناء الحويات وقد شهدت الميناء مناولة عدد كبير من الحويات الصادرة والوالدة حيث تم تخفيض الطبع الواقع داخل ساحة المواد نعم سيدي إذا اليوم ألف وسبعمائة شاحنة خرجت اليوم بعد تأكيد الحكومة على إعفاء التجار من رسوم نعم من جميع الأممات نعم بعد تأكيد الحكومة على إعفاء التجار من رسوم التخزين برأيك كيف سينعكس ذلك على الأسعار أم أنها لن تنعكس بالأساس؟ لا تنعكس بالأساس كونه صدر قرار من بأس الوزراء بإنهاء كلف القرامات على الحويات حتى لا يعود بالضرر والأثر على أخوانا تجاو وبالتالي سيعود على المواقع نعم وبعجالة ما تقديرك لحجم الخسائر؟ نعم شكرا لك تضحت أسطورة مدير شركة نقل داخلي في محافظة العقبة عماد الكباريتي شكرا جزيلا لك تشف صندوق المعونة الوطنية أن توزيع حصص معونة الشتاء التي أقرتها وزارة التنمية الاجتماعية يرتبط بعدد أفراد الأسرة وبحسب الآلية المعلنة سيكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 19 دينارا فيما سيصرف للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد 26 دينارا والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 32 دينارا وشملت معونة الشتاء هذا العام 219 ألف أسرة منتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية بكلفة إجمالية تبلغ 3 مليون ونصف المليون دينار افتقار منطقة وادي العش الصناعية في الزرقاء لخدمات البنية التحتية يحرمها من مشاريع استثمارية جديدة والصناعيون يطالبون بحلول سريعة إلى التفاصيل تضم منطقة وادي العش الصناعية في محافظة الزرقاء والقريبة من العاصمة عمان 170 مصنع وشركة ومؤسسة حرفية توفر آلاف فرص العمل لكنها تفتقر إلى خدمات البنية التحتية والإنارة إضافة إلى استدام الصناعيين فيها بمعوقات تتعلق بعدم تناسب قيمة الضرائب المفروضة مع الخدمات المقدمة لهم أهم المطالب للمستثمرين والصناعيين في منطقة وادي العش هو موضوع الخدمات بالدرجة الأولى زائد موضوع المثقفات ورفع قيمة المثقفات بقيمة مبالغ فيها زائد موضوع رخص الإنشاءات كون هذه المنطقة كانت ضمن حدود أمانة عمان وفي مصانع كثيرة كانت مرخصة إنشاءات ورخص مهن من خلال أمانة عمان المطالب اللي هي أول إشي في البنية التحتية اللي احنا نفتقدها في وادي العش والموضوع الأمن كمان موضوع السرقات اللي بتصير عنا وموضوع اللي هي المطالبات اللي بتطرحها البلدية من سواء تراخيص سواء مثقفات هذه اللي بتتغير قاعدة سنة عن سنة قيمتها قاعدة بتزيد تم أخذ معظم هذه الملاحظات وسيتم متابعتها مع وزارة الإدارة المحلية ومع عطوفة محافظ الزرقاء لإيجاد حل يكون مرضي لجميع الأطراف تحسين الخدمات وتوفير البيئة المناسبة للمنشآت الصناعية في منطقة وادي العش من شأنه دفع عجلة الاستثمار في المنطقة إلى الأمام خاصة أن الاستثمار فيها تجاوز 250 مليون دينار فيما كانت هناك مطالبات سابقة تعود لعام 2019 لتنفيذ حزمة مشاريع خدمية عاجلة من خلال مخصصات مجلس المحافظة أو من الدول المانحة بقيمة 6 ملايين دينار حمد أبو علوان رؤية أعلنت الشركة المنفذة لعمليات التنقيب في منطقة وادي عربة جنوب الأردن أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود خامات نحاس بتراكيز جيدة في منطقة التنقيب على مساحة 72 كم مربعا مدير مديرية التنقيب عن المعادن في شركة المناصير المهندس سامر مخامر أعلن أن الشركة المرتبطة بمذكرة تفاهم مع الحكومة لغاية دراسة المنطقة ستوقع مذكرة خدمات يوم الأحد مع شركة ماينيكس النمساوية لاستكمال أعمال الدراسات والتنقيب وستنفذ عمليات الاستكشاف والتنقيب في وادي عربة ضانة داخل المناطق المعتمدة في مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2016 وتنتهي في 2023 في عام 2016 أخذنا عينات حفرنا بعض الأبار حملنا ترنشات وستطعنا أن نقيم أنه ممكن أن نلاقي الاحتياط ويكون بنسب جيدة ونوعية جيدة وكميات اقتصادية إن شاء الله يعني إن شاء الله بنهاية الثلاثة وعشرين كويس بنهاية مذكرة التفاهم تكون عندنا النتائج واضحة ومن بين كل الأمور استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم بعد أن أنهى المعدن الأصفر تداولاته الأسبوعية على ارتفاع طفيف عند 1763 دولار للأنصة تزامن ذلك مع إعلان رئيس البنك المركزي الأمريكي جيرون باول مواصلة رفع أسعار الفائدة العام المقبل للحد من التضخم على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود وتاليا أسعار الذهب في الأسواق المحلية كما أعلنتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلية والمجوهرات تحت عنوان نظرة على عوامل متافيرس من نافذة شبكات الجيل الخامس نظمت مدونة أمنية جلسة حوارية ضمت عددنا الخبراء والمختصين في مجال صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتقنية والتسويق الإلكتروني في حاضنة أمنية لريادة الأعمال وبين المتحدثون أهمية البنية التحتية المتطورة اللازمة لانتشار الميتافيرس بشكل كبير للبنية التحتية وقدرات الاتصال بالإنترنت والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتعلقة بأجهزة الاستشعار لجميع البيانات إلى جانب التحسن الملحوظ في قيمة خدماته وتقنيات الاتصال الموسوق الفايف جي من الدعائم الأساسية للثورة الصناعية الرابعة اللي بيقدم تحسين كبير على انترنت واسع النطاق عريض النطاق وعلى سرعة الاستجابة العالية للإنترنت وكمان السعات الكبيرة اللي بيقدمها للمستخدمين هاي كلها ان شاء الله راح تعمل على الدعم التحول الرقمي الاقتصادي اللي للأردن الحمد لله ماشيين فيه وكمان التحول الرقمي الشامل في مختلف مناحي الحياة الفايف جي هو تحول كامل لمجتمعي بساعد على توسيع طرق الاتصال مش فقط المتعلقة في التواصل العادي اللي هو للمستخدمين ولكن بوسع شريحة النطاق للأعمال في استخدام الأساسيات اللي في التواصل اللي بيقدمها الفايف جي اشتركوا في القناة